السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله ووقاتكم جميعا أيضا المشاهدين من مشتركين ومتابعين اليوم سوف نتكلم عن نوع من أنواع الصخور وهو صخر متحول وهو ذو أهمية عالية جدا لأن أغلب الحجار الكريمة ذات الفئة العالية مثل الزمرد ومثل الياقوت الأحمر أو ما يعرف بالروبي وغيرها متواجدة أو تتواجد بهذا الصخر وهو صخر متحول يعرف بصخر الرخام أو الماربل وهو متكون من أساسا من معدن الكالسيت أو كربوناتا للكالسيوم أو الدولومايت كربوناتا للماغنيسيوم والكالسيت في صورته العامة يكون أبيض ولكن وجود بعض المعادن الأخرى تضيف إليه ألوانا بغاية الروعة والجمال فمثلا الهيماتيت يضيف له اللون الأحمر والليمونايت يضيف اللون الأصفر والسيربنتين اللون الأخضر والديبوسايت يضيف اللون الأزرق وسوف نشاهد بعض الألوان مثل اللون الأخضر واللون الأزرق على هذا الحجر أو النوع من أنواع الصخور المتحولة وهو أساس الصخر الماربل أو الرخام هو صخر جيري رسوبي ولكن بسبب الضغط والحرارة تحول إلى هذا المركب كربوناتا الكالسيوم أو كربوناتا الماغنيسيوم كما نلاحظ الآن هذا بشكل عام الصخر الماربل أو صخر الرخام وهو يتأثر بالرطوبة وبالأمطار والمواد الحمضية فنشاهد الآن هذه بصورة عام نشاهد هذه وكأنه بلورات من السكر أو الملح ذات اللون الأبيض ووجود أيضا بعض أنواع من بلورات للمعادن الأخرى مثل البلورات القارنت وغيرها ولكنها صغيرة جدا وغير مكتملة ولكن ما يهمنا هو هذا الصخر الكالسيت ننظر إلى بياضه الشديد وكأنه ذرات من السكر أو من ملح الطعام فنتيقن جيدا وغالبا يكون عليه بقع أو يشبه لعش الدبابير من الناحية الخارجية أو لقرص العسل أحيانا بالثقوب التي يتأثر بها من مواد حمضية وغيرها من رطوبة وأمطار فإذا صادفك هذا الحجر أو الصخر فتابعوا جيدا كما نرى الآن هذه بلورات صغيرة جدا من القارنت وأيضا يوجد بلورات ذات لون أخضر صغيرة جدا لم أتعرف عليها وسوف نتعرف عليها فيما بعد بإذن الله كما نرى ونكون متيقنين جدا في البحث طبعا هذه تكون البلورات غير مكتملة ولكن مع البحث في نفس الوادي أو بنفس الجبل طبعا هذا ليس عرق ولكنه جبل من الكالسيت أو صخرة الرخام كما سوف نشاهد فيما بعد هذه للتوضيح فقط الآن كما تشاهدون حجم البلورات وهي متحشمة وصغيرة جدا وقد تكون بلورات لالياقوت أو الروبي وغيرها من الأحجار والتوباز أيضا ولكن مبدئيا تقريبا أنها بلورات قارنت مالي أو مالي قارنت لذلك لما عمل لها اختبار إلى الآن ولكن كانت جولة سريعة جدا للتوضيح نوع هذا الصخر وهو من الصخور المهمة جدا أينما وجدت هذا الصخر بإذن الله يكون ذو فائدة عظيمة لتنوع المعادن والأحجار الكريمة الموجودة به ربما أطيل عليكم فيها التصوير قليلا ولكن يكون فائدة لكم بإذن الله هذه بلورات صغيرة جدا تأتي اللون الأصفر والأسود وكلها تعتبر من الأحجار الكريمة أو الشبه كريم فصخرة الكالسيت هو من الصخور المهمة جدا جدا في البحث عن الأحجار الكريمة فيشتهر بوجود الزمرد وأيضا وجود الروبي وغيرها من الأحجار الكريمة ذات المردودة الجيد جدا نرى الآن هذه البلورات شبه صافية ورغم صغر حجمها ولكن هذا دلالة على أن وجود بلورات أكبر وأنقع وهذه بداياتي الآن في البحث سوف نشاهد فيما بعد الكثير من البلورات لكن نركز على حجر الكالسيت أو الرخام أو الماربل كيف الشكل يكون عليه زي الثقوب ويكون لونه مائل للبيض أحيانا أحيانا لللون الأزرق أو الأحمر حزر تواجد المعادن ويكون على شكل عش الدبابير أو بيت الدبابير كما نلاحظ هذا هو حجر الماربل أو الرخام المحتوي على الكالسيت كما نرى الآن حجر الكالسيت وبه مجموعة كبيرة من البلورات أتوقع الله أعلم أنها بلورات غارنت مالي وهو لونه ذهبي ولكن لوجود عوامل التعريع عليه مع الأمطار وترسب الجير والكالسيوم عليه مثلا ليس الآن واضح جدا لكن فيما بعد سوف يتم تنظيفه ونعرضه لكم في مقاطع أخرى بإذن الله كانت هذه جولة سريعة للتعرف على هذا النوع من الصخر ووجدت جبلا كاملا ذو امتداد ليس بالسهل ومتوفر فيه الكثير جدا من هذه البلورات وأتوقع أني سوف أجد أفضل من هذه البلورات لأحجار كريمة أخرى لكن أبغاله بحث هذا الآن في أسفل الوادي إذا وجدت هذه الأحجار تقريبا في أسفل الوادي يعني كلما ارتفعت في الجبل سوف تجد بإذن الله الموقع الرئيسي لهذه الأحجار هذه كلها أحجار متردية من سفح الجبل وأعلى الجبل فكانت ذات كثرة كما سوف نشاهد فيما بعد وهي شديدة في الصلابة جدا ولكن الحجر الماربل يتفاعل أيضا مع الأحماض بمجرد وضع الأحماض عليه يذوب ويتحول إلى غاز ثاني ويكسيد الكربون ولكن لا ينصح إذا كانت يوجد فيه أحجار كريمة أن تخفف هذه الأحماض وينظف شيئا بفرشاة صغيرة لاستخراج الأحجار الكريمة كما نرى الآن هنا مجموعة من البلورات في هذا الحجر لا أعلم ما هي ولكن سوف نتكد إن شاء الله منها فيما بعد كما نلاحظ الحجر ملي جدا أو الصخر بهذه البلورات ولكن لوجود شوائب سبب التعرية والتجوية ليست واضحة ولكن سوف تنظف ونعرضها فيما بعد في مقاطع أخرى بإذن الله لذلك نتابع كل شيء المحيط الذي حول الصخور سوف نجد إن شاء الله بلورات لأحجار أخرى ولكن حنا من باب هذا الوضع للتوضيح والشرح لكم جميعا لعله عسى تعمل فائدة ويستفيد الناس أثناء البحث يكون الصخور ملفته صراحة عندما تشاهد هذه البلورات بهذه الكثرة ولكن قد مرت على كثير من الناس لكن عدم الاهتمام بالأحجار الكريمة يرونها شيئا عاديا أو غير ملفتة للانتباه من الأساس كما نرى الآن محاولة لاستخراج حدة البلورات وهي شديدة القساوة أيضا والحجر الماربل أو حجر الرخام أيضا شديدة القساوة طربتها بحجر آخر لعلها تنزل من الحجر الأساسي ولكن للأسف انكسرت ولكن هذا أبين لكم القوة في حجر الكالسيت أو حجر الرخام الماربل ليس كل حجار الرخام من الكالسيت هناك حجارة القارنت ولكن ليس لها علاقة بالكالسيوم نهائيا في تركيبه واختلاف مكونات عن حجر الماربل حجر الجرانيت مكون من الفلسبار والميكا والكوارتز أما حجر الماربل أو الرخام الذي يعرف بالرخام فهو يا من الكالسيت أو الدولومايت كما نرى الآن هذه بعض البلورات أيضا وهي تقريبا تقريبا إلى الآن لم أختبرها وهي من قارنت مالي ولكن يوجد الكثير من البلورات في الصخور هذه لدراستها فيما بعد والبحث عنها وعن نوعها بإذن الله قد يتواجد الياقوت مع هذه هي البلورات ولكن لوجود أكاسيد الحديد والمغنيزيوم مغطية على البلورات هذه ولكن بعد تنظيفها سوف نعلم مكونات هذه البلورات طبعا الجبل ملي جدا بهذه البلورات وهذا الصخر الجبل الكامل هو من صخر الكالسيت أو الماربل وهو ذو جدو اقتصادية يعني لو أحد الشركات قامت باستثمار الجبل وصناعة أحجار الرخام يكون ذو مردود جيد أيضا فعل الإنسان البحث في جميع الأماكن وتوفيق من الله سبحانه وتعالى لذلك نرى هذه البلورات وهي من غمس جدا في حجر الماربل وصخر الماربل ذات أحجام مختلفة وأشكال مختلفة تكونت مع مرور السنين بسبب الضغط والحرارة وتجمع المعادن مع بعض لتتكون هذه البلورات لذلك البحث جيدا في الجبل كما نرى الآن استعراض لهذا الصخر ونرى أيضا أن بعض البلورات قد سقطت من أماكنها مع مرور الزمان وهي تتواجد أيضا في نفس الموقع إذا خدت غربال وغربلت المنطقة المجاورة إلى الصخر هذا سوف يظهر لك الكثير من البلورات التي سقطت من الصخر هذا فهذا الصخر كان حجمه كبير جدا ولكن مع مرور السنين وذوبان الصخر الكلسي بسبب الرطوبة والأمطار الحمضية سقطت الكثير من البلورات كما نرى الآن هنا حجر الكلس لونه مائل إلى الخضرة أو الزرقة بسبب وجود بعض المعادن كما يحتوي على كثير من البلورات هذا الصخر وهذا توضيح فقط لا غير نحاول تقيب الصورة بما يكفي لكي يكون الصخر واضح أحيانا يكون الكالسيت ذو لمعان وبريق من الخارج وإن كان يغطيه بعض الشوائب أحيانا فصخر الكالسيت يعتبر من الصخورة الصلبة ولكنه سهل أمام الأحمر يذوب بسرعة طبعا لا ننسى أن وجود كسيد الحديد بالمنطقة مثل كسيد الحديد الثلاثي كما نرى في الصخر اللي في الخلف هذا متواجد أيضا بقرب صخورة الماربل أو صخورة الرخام والحديد له دور جدا مهم في تكون المعادن والأحجار الكريمة وإضافة الألوان الأحجار الكريم وأيضا توفر كثير من المعادن الأخرى يكون لنا بلورات جميلة أيضا كما نرى هذا الصخر وهو ممتلئ كثيرا بهذه البلورات المتنوعة تشكل ولكن نتابع معكم الآن أنظر إلى كيف سبحان الله تكونت هذه البلورات في هذا الصخر سوف أرجع للصخر هذا رميته لكن تيقنت فيما بعد قد يحتوي شيئا ما سوف أرجع له فيما بعد هذا الصخر أو قطعة الصخر هذه والآن هو استعراض وتوضيح فقط لا غير للجميع إن شاء الله أن يكون أفدتكم في هذا المقطع طبعا هذه الصخور الآن أنا في أسفل الوادي وهذه صخور كلها متردية من أعلى الجبل فالبحث في أسفل الوادي يغنيك أحيانا عن صعود الجبل إذا لم تجد أسفل الوادي فأيقن تماما والله أعلم أن أعلى الجبل لا يوجد فيه شيء بإذن الله كما نرى الآن هذه الصخور وهذا الصخر المائل إلى الأصفرار أو اللون الذهبي هذا أكسيد الحديد الثلاثي وأكسيد المغنيزيوم مثلا وكلها تدل على وجود حجار كريمة بإذن الله طبعا وجدنا الآن هذه البلورات كما في السابق شيء جميل صراحة التنقيب والبحث متع أخذها من باب الحواية والله يوفق الجميع بإذن الله لكن هنا تحتاج صبر صراحة ولكن أي مكان تشك فيه أنزل أبحث لدينا الوقت الكثير بدل ما نقضي الوقت على الإنترنت مثلا نقضي فيه شيء مفيد الآن أقرب لكم أكثر عشان يكون التصوير واضح لكم ويكون ذو فائدة صراحة وتنقيب متعة صراحة بالنسبة للصخر الروسوبي أو الجبل الرسوبي يكون لونه مائل إلى الأصفرار أو الأصفر الباهت إذا رأيت الجبل مختلف لونه عن الجبال المحيطة به يكون لونه أصفر باهت تقريبا هذا يكون الصخر الماربل أو صخر الرخام ويكون مختلف لونه عن الجبال المحيطة به كما ترون الآن نسير والصخور في كل مكان وهذا يدل أنها سقطت من أعلى الجبل كما نرى هذه الصخرة مليئة جدا وهي ذات حجم كبير جدا ونلاحظ ألوان الصخرة الكالسيت مائل إلى الزرقة وهذا يشجع أيضا على وجود معادن أو أحجار كريمة أخرى كلما كان الكالسيت دو ألوان كلما بإذن الله حصلت أحجار أخرى تكون داخل صخرة الكالسيت يراد له تكسيرا مثلا ربما تجد زمرد الذبابي أو الأكوامارين الزمرد الأزرق وغيرها من أنواع الحجار الكريمة أيضا الروبي أو الياقوت الأحمر كلها هذه بإذن الله وهو أفضل أنواع الصخور في البحث صراحة من أجمل الصخور صراحة كما شاهد الكثير جدا من البلورات تحتاج فيما بعد تنظيف وتلميع وسقل لتكون فيها أحلى صورة لها أن المكان يشجع على استثمار لو يوجد شركة مثلا تستثمر على الموقع يكون جميل جدا صراحة كما نشاهد الآن هنا سبحان الله ننظر إلى الكالسيت أو الصخرة الماربل كيف منساب بسبب المواد الحمضية والتعرية والتجوية والأمطار وغيرها من العوامل كما نرى اللون الأسود هذا وهذا بسبب التفاعلات الكيميائية للأحماض عبر السنين جدا والمحاليل الكيميائية التي تسهم المحاليل الكيميائية هذه بسبب الأمطار والمواد الحمضية هي التي تساهم أولا وآخرا في تكون الأحجار الكريمة مع وجود الضغط والحرارة الآن صاعدين إلى منتصف الجبل الآن كما نرى هذا صغر المعربل يوجد به علامات معدن الحديد وكذلك كثيرا من البلغات كما نرى الآن فأي شخص لديه استفسار أو سؤال إن شاء الله نفيده في التعليقات بإذن الله ويعدرني الجميع في التقصير فأحاول أحاول قدر المستطاع الرد على الجميع متى توفر لي وقتا لذلك كما نرى الآن صورة تقريبية أو مقربة هذا هو الصخر المعربل أو صخر الرخام أحيانا تجد بين الصخور مثل هذا لكن ذو حجم صغير وحجم طولي تقريبا يكون ممتد لكن أما أن تجد جبل فنادرا صراحة لدينا في الجزيرة العربية تقريبا لكن البحث لا يمنع لأنه لم يوثق كثيرا وجود صخور المعربل في السعودية لكن البحث يساعد الشخص في تحديد أنواع الصخور والقراءة كثيرا في الانترنت عن هذه الصخور أو صخر المعربل ليستفيد الشخص أثناء البحث خاصة في المناطق ذات الصخور الرسوبية الصخور الرسوبية تكون جبال شبه جرداء تمتد فيها أشريطة من أنواع الصخور المتعددة من الكوارتز من الفلسبار من القابرو مثلا القابرو يكون أحيانا صخر رسوبي تقريبا وصخر نالي وعدة أنواع صخور كما ننظر هذا في منتصف الجبل الآن هذه المنطقة بشكل عام كما نرى في التصوير أرض عادية جدا قد لا تكون ملفتة للنظر ولكن للبحث تجد إن شاء الله كما نرى هذه الصخور الآن أنا بمنتصف الجبل صراحة سوف نأخذ الأقطة إلى الأعلى وننظر للكمية التي متواجد فيها البلورات الآن بأعلى الجبل ونحن لم نقطع إلا نصف الجبل وتقريبا باقي تقريبا نفس المسافة التي قطعناها على قمة الجبل ننظر إلى قمة أعلى وجميع الجبل المتواجد به هذه البلورات بشكل عام فلله الحمد ونلقاكم في لقاء آخر قريب بإذن الله وعدرونا على التقصير وهذا ما أحبب توضحه لكم في هذا المقطع فالتركيز يأخاني على هذا الصخر وإن شاء الله تجدون خيرا كثيرا فيه بإذن الله أستودعكم الله